دلوقتي بيشرفنا الزميل العزيز ايمن جيلبرتو اللي هيكلمنا بقى النهاردة عن تحليل الرقمي للفرقتين بسال خير ايمن منوارنا بسال خير جابتنا ايمن وان شاء الله كده يعني لما نتقابل بحض المباراة يكوني النادي الاهلي بإذن الله في النهائي المرة المختلفة يا رب ان شاء الله بإذن الله كلمني بقى عن الفرقة الغمضة دي طيب يعني طبعا احنا النادي الاهلي الناس كثير تكلمت عنه قبل المباراة احنا هنا هنتكلم اكتر ونأكد كلام زملائنا حتى في الايام اللي فاتت عن فريق فلومونيزي فكرة ان فريق لأول مرة بيتاهل لكاس العام الأندية اول مرة بطل كوبا لبرتدوريس عندهم مدير فني الحلم كله بيتكلم عليه حتى الفيفا عمل عنه تقرير خاص جدا وقال لك من اكتر المدربين المبتكرين في العالم او في الكوكب لان هو عنده افكاره اللي بيحاول يطبقها مع فريق زي فلومونيزي وبيكلمه ان فريق بحجم فلومونيزي ان انت بتحاول تطبق معاه الافكار دي امر صعب جدا لانه مش ملقى فريق مش غاني مثلا عنده في البرازيل زي بالمراس مش فريق من الفرق الاوروبية مثلا فالنهاردة احنا ممكن نستعرض ارقام المدير الفني دينيس مع فلومونيزي عشان نعرف برضو هو معاهم لعب 113 مباراة كسب 62 تعادل في 22 خسارة في 29 مباراة بس كابتن بقى هنا الرقم المهم جدا سجل 197 هدف ولكن لكن دخل في بقى مزبوط هم في البرازيل عايزين فكرة النقيد يتمتعوا ايه بالزبط بالزبط النقيد بتاعت جورديولا يعني هم قالوا في الطريقتين بيعتمدوا على فكرة الاستحواز ولكن جورديولا بيعتمد ان كل اللعيب موجود في مكانه عشان نخلق المساحة اللي روحها لكن هو الرجل التاني يتمدع الحرية في الملعب كل اللعيب الكرة فين يلا كلكم نروح عشان نعمل التمراء بتاعتنا والاستحواز ونخلق الشكل الهجومي ممكن نشوف كمان ارقام فريق فلومينيزي عموما السنادي ونجابين الارقام من الدوري البرازيلي وكوبة لبارتدوريس هو لها سابع السنادي في الدوري لها سابع بسفعل في الدوري برضو الارقام هتديك مؤشر لحاجة كابتن ايمن وهنا نتكلم فيه سجل 75 هدف استقبل 69 واجمال المباراة في الجدل كوبة لبارتدوريس البطل وترتيبه السابع بسا كابتن برضو عدد الاهداف المستقبلة كتيرة جدا خاصة في الدوري البرازيلي يعني لو فنطنا الرقم ده للدوري البرازيلي بس هو جايب تقريبا 51 هدف ومستقبل 47 هدف يعني المعدل قريب جدا فهنا ده معناه ايه؟ ان النهاردة النادي الاهلي يقدر لو لعب على اخطاء الطريقة بتاعت هذا المدرب لو لعب على الفكرة بتاعت التحولات بالشكل الكبير نقدر النهاردة ان انت تستغل الاخطاء خصوصا لها عند وراء مرسله وراء كينو لانها دي الحتة اللي في اغلب الوقت فيها نقطة ضعف لان كينو دفاعه مش اقوى حاجة مرسله عنده مشاكل في فكرة ان هم كفريق برازيلي عندهم مشاكل في الحتة بتاعت التعامل مع الكار الهوائية عندهم فليب يميلوا كمان كبير في السن شوية فالحتة دي كلها انت تقدر لو لعبت عليها تقدر ان انت تخطفهم بسرعة هنا دي طبعا تكملت الاحصائية كابتن ايمن لعدد المباراة اجمالي في الدوري وكوبا لبرتدورس 51 مباراة هم تقريبا لعبوا 70 مباراة في الموسم ده في بطولات اخرى كسب 24 اتعادلوا 11 والخسارة كانت في 16 مباراة ممكن ننتقل مع حضرتك برضا كابتن ايمن ابرز الهدفين الناس كلها بتتكلم عن الهدفين والمربع الامامي المرعب بتاعهم سواء بتتكلم هوا على كانو راجل جيرمان كانو عدد لعب 59 مباراة مسجل 40 هدف ده رقم كبير جدا مع انه كبير في السن يعني 35 سنة جيرمان كانو طبعا لكن هو راجل قناص بيعمل عليه بيعمل الواجب اللي عليه عندك رياس الراجل الجناح لعيب مهم جدا جايب 11 هدف جون كيندي وده المهاجم التاني بتاعهم اللي هو اغلب الوقت بديم اللي كانوا بالزبط كده اللي هو اللي جاب لهم جوم من الفوز في البرتدورس هنا فيه ليما برضو جايب 7 هدف نينو ده على فكرة قلب دفاع مميز جدا جايب 5 هدف بس مميز في ضربات الرأس على فكرة في كرة السابق بالزبط فعشان كده هو موجود حتى من ضمن الهدفين حكا كده زي عبد المنعم موجود في طائمة الهدفين أخيرا كينو اللعيب اللي احنا كلنا عارفينه في الدوري المصري لما لعب في وقت برنس لكن كينو ناس كلها بتتكلم عليه هنا ومش من أبرز الهدفين لكن كينو عنده رقم تاني مميز هنشوفه دلوقتي فكرة صناعة الأهداف وأنه هو اللعيب محوري جدا في الحتة الشمال عندهم هو لعيب مهم جدا هي دي أبرز نتكلم على الطوب بلايرز اللي عملوا أسست في فلومنينيزي عندك هو جون أرياس بردا اللعيب المهم اللي احنا قلنا عليه اللعيب خطير جدا في الجانب الأيمن 17 صناعة أهداف كينو 13 وجنزو اللي هو البلايميكر بتاعهم اللعيب مهم جدا جداء جاء عنده عشر الفرقة إجمالا عندهم مميزات طبعا وعندهم عيوب كتير الناس بردو ما تفرضش فكرة الخوف من فلومنينيزي ولكن في نفس الوقت لازل تعمل لهم حساب فكرة البعض كان بيتكلم أصدقى لعيبة سنها كبير لعيب 40 سنة وجون عن 43 سنة ومارسل وكينو هم عندهم طريقة لعب وعندهم باترن ونبط بيحاولوا طبقوه جاء الملعب عندهم اتنين لعيبة حضرتك أشارت لأندري منهم أندري ومارتنيلي الاثنين لعيبة اللي في نص الملعب دول لعيبة مميزين جدا وصغار في السن وأقوية أندري ده تحديدا هو اللي بينقل الفرقة من الخلف الأمام هو اللي بيعملهم التحولات لعيب ممرر جاية جدا مرشح للسنة الجاية لليفربور بالضبط أرقامه في الدوري برازيلي أو في البرتدورس مرعبة في فكرة التمرير الصحيح هو من أكتر اللعيبة اللي بتنقل الفرقة بتاخد تمريرات من الخط الخلفي تنقل بيها الفريق فهم فريق جيد جدا فريق برازيلي رايحين بقالهم نتكلم في 7-8 أيام من آخر مباراة جايين فريش في الآخر فريق برازيلي بطل كوبا لبارتدورس ولكن نادي الأهلي بإذن الله إحنا زي ما كولر كده فاجئ اتحاد جدا إن شاء الله النهاردة وزي مشوفنا التشكيل مع حضرتك يبقى في مفاجأة لنادي فلمونيزي ونقدر إن شاء الله نحنا تأهل للنهائي الأول في تاريخنا إن شاء الله ونحتفل كده بعد الماتش بإذن الله شكرا طبعا شفنا الأرقام إحنا على فكرة في النادي الأهلي المدربين بيهتموا بالأرقام إحنا أحيانا بنبص على الأرقام ولكن اللي بيهمنا في الآخر التسعين دقيقة داخل الملعب التسعين دقيقة داخل الملعب إن شاء الله هنشوفه حوش النادي الأهلي النهاردة تاني بيكرروا الإنجازة لتعامل الماتش اللي فات